نروح للمكان ثاني بس بنبقى بأجواء المقاهي هالمرة بأفكار جديدة وتحديدا في مدينة جدة لكن هالمرة للتعلم لتبادل الخبرات الحرفية فيها طبعا هناك مقهى لأرباب الحرف ويعتبر أحد الحاضنات لتبادل الخبرات وتعلم فنون ثقافية مثل الموسيقى والرسم والعزف الموسيقي والتصوير الفوتوغرافي وهنا أرمي الكرة في ملعبك أكيد وبعدين طبعا خلونا نزور هذا المقهى ونتعرف عليه أكثر على فكرة الفريدة اللي طبعا عدت في هذا التقرير التالي نتابع آيات من رواد مقهى أرباب الحرف تحتسي قهوتها وتقرأ كتابها على نغمات عود يعزفها هاو يرتاد المكان ذاته ففنجان القهوة هنا يختلف عن أي مكان آخر يعني مو بس بتاخدي قهوة وخلاص أني انتي بتاخدي قهوة وفي نفس الوقت بتزيد نوع من أنواع الثقافة عندك يعني أحياناً بيكون فيه ورش عمل فوتوغرافية أو مثلاً بيتناقشوا في كتاب معين أسس عبدالله الحظيف هذه الحاضنة الثقافية عام 2017 لدعم الفنانين والحرفيين المحليين وساهم في وضع بصمتهم في الفعاليات الخارجية أيضاً فكرتنا أنه أنه مكان مفتوح للجميع جميع الأعمار لجميع الفئات ورش عمل مجانية مجالس مجانية والأطفال لدينا بالنسبة للأطفال 30% مما نقدم هو مخصص الأطفال أيضاً عندنا فيوت في البلد نعمل رحلات للبلد الجدة تاريخية لتعريف الناس بالإرث الثقافي السعودي فعاليات ثقافية مختلفة وجلسات نقاشية يتناول فيها مواضيع مختلفة أحد هذه المجالس هي ورشة عمل عن فنون التصوير الفوتوغرافي والتعامل مع الكاميرا وتتنوع الورش لتشمل ورشات عمل فنية أيضاً نقدم ورش عمل فوتوغرافية بداية وفيه سلسلة من الورش العمل وفيه رحلات فوتوغرافية كما قمنا رحلة الرسم بالضوء قبل حوالي أسبوعين والآن برضو في رحلة لتصوير الفلك عندنا ورش عمل الرسم على الأثاث وتغيير ألوان الأثاث وتجديده وعندنا كمان العلاج بالفن والفن الإيجابي وورش عمل الهندسة الإسلامية والفنون التشكيلية بشكل عام تختلط أصوات نغمات الموسيقى أو تارعود تساير صوتاً جميلاً ومع زوفة بيانو يعلمها أحد الحاضرين لأصدقائه فأرباب الحرف حاضنة استطاعت أن تجمع الناس ببعضهم عن طريق ربط اهتماماتهم المختلفة وخلق بيئة مفيدة بالوقت ذاته هي بيئة جذابة مرحة في هذا المقهى كم كبير من الفنون مجتمعة تجعل من رواده في تواجد مستمر فهي حاضنة ثقافية بالمسات شبابية تجمع بين الفنون والموسيقى تحت سقف واحد شعل السعد MBC جدة ترجمة نانسي قنقر